لم ينقشع غبار المعركة في مدينة ميدي الساحلية على الرغم من الحديث عن هدنه فالميليشيا التي كانت تحاول استغلال اعلان هدنة التحالف حاولت ترتيب صفوفها لكنها كالعادة وجدت قوات الجيش الوطني لها بالمرصاد هنا من المتارس الامامية في جبهة ميدي تم دحر الميليشيات والان نحن في القرب على السيطرة على مدينة ميدي بإذن الله يبدو تحرير ميدي التابعة لمحافظة حجة اقرب من اي وقت مضى بعد احكام الجيش الوطني سيطرته على منافذها الشرقية وقطع خط الامداد الرئيسي الذي يصلها بمدينة حرض التي حولتها الجماعة الانقلابية الى مسرح عسكري وقمنا باخذ مواقعهم واغتنام بعض الاسلحة الثقيلة والمتوسطة واخذ منهم اسرة وبعض القتلة من وقت الى اخر تدور معارك ضارية هنا بين الجيش الوطني وقوات الحوث والمخلوع التي غالبا ما تنتهي بفرار عناصر الميليشيا مخلفين وراءهم الاسلحة والغامهم التي لا يكفون عن زرعها في مناطق متفرقة من المدينة مصدر عسكري بالمنطقة الخامسة تحدث عن تحرير عدد من المواقع على اطراف ميدي من قبضة الميليشيا ابرزها محطة الكهرباء ومبنى البريد والتبة الخضراء كما افاد المصدر ذاته ان الميليشيا تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات خلال المواجهات جراء قصف التحالف العربي الذي عاود طلعاته الجوية على ميدي وحرض بعد افشال الميليشيا الالتزام بالهدنة اشتركوا في القناة